فيتامين بي يحتاج الجسم لان هذا الفيتامين بي يلعب دور مهم في الكثير من الحاجات وهي ضرورية حال مثلا تقوية المناعة انتاج الطاقة الحفاظ على صحة العينين والشعر والاعصاب الى اخره ونظرا للاهمية فان نقص هذا الفيتامين الرئيسي في جسمك هتلاحظ الاعراض بشكل لا يقبل الشك السلام عليكم ياسم باسيولوجي مرحبا وكتوضح في البداية فيتامين بي في 8 الانواع كينا بي واحد بي جوج بي ثلاثة و بي خمسة و بي سبعة زائد بي تعود بي ثنش في التوطل كينا 8 اوكي كل نوع عند الفائدة ديالو على صحة الجسم وفي المقابل كينا اعراض اللي كتشتر على النقص ديالو يعني النوع الواحد ولكن في هذه الحلقة نعطيكم الاعراض او العلامات اللي ربما تكون مشتركة لهذه المجموعة الخاصة بيتامين بي المهم باش من تعمقوش بزاف اعراض نقص فيتامين بي هي اولا الشعوب التعب المستمر وهتها داناتيج اما عند اضطراب في النوم في حل الاراق او التغيرات وتقلبات في المزاج في حل القلق المستمر مثلا وهتها دراء متداخل في باديته بمعنى الجسد يؤثر على الصحة النفسية اما بالاجابة او بالسلب ثانيا وجود اختلاف اختلاف او الاثطراب في البصر في حال حساسية من الضوء ضعف الرؤية ألم في العين الشعور بوجود رمل في العين ثالثا الاثطرابات في الداكرة في حال النسيان وفقدان التركيز او لا انخفاض القدرة على التفكير رابعا مشاكل في الفم في حال تشاقق الشفاء وتكون 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 قروح خصوصا في زوائي الفم وأحيانا يمكن أن يكون هناك ألم في اليسان وأعراض أخرى التي يمكن أن تكون من علامة نقص فيتامن بل هي الصداع والضوخة وزد عليها المشاكل في المناعة وفي النهاية لا تعتمدوا بالدرجة واحدة التشخيص الذاتي لأنه ربما يكون هناك سوء في الامتصاص أو الأعراض التي تحضر على وجود نقص فيتامن آخر مغفية أدم الله عليكم الصحة والعافية شكرا على المشاهدة